ها نحن بحمد الله تعالى وبفضله ومنه نستقبل الشهر الكريم وهو شهر رمضان الذي قال الله عنه في كتابه العزيز في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين والذي أنزل الله فيه القرآن والذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر والذي فيه عشر ليالي هي خير ليالي السنة هذا الشهر الذي يقبل فيه العباد على الله تعالى كما أن المؤمن يقبل على الله تعالى في جميع أيام العام والسنة لكن في هذا الشهر يزداد نشاطاً في العبادة ويفرغ نفسه وتمتلئ المساجد وتفتح المصاحف ويتلى كتاب الله تعالى ويطعم فيه الطعام ويفطر فيه الصائمون وتوصل فيه الأرحام ويجتهد فيه الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى أريد أن أقف وقفات أذكر فيها نفسي وإياكم بآية عظيمة من كتاب الله تعالى وهذه الآية تناقش أو تخاطب المؤمنين بعبادة عظيمة هي من أعظم العبادات في هذا الشهر وهي عبادة الصوم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي هذه الآية وحولها نقف ثلاث وقفات الوقفة الأولى مع سلامة المعتقد وصحة الإيمان لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لم يقل تصريحا يا أهل الكتاب ولم يقل يا أيها الناس ولم يقل قل يا أيها الكافرون في هذه الآية ولم يقل يا معشر الجن والإنس وإنما قال يا أيها الذين آمنوا خاطب الله أهل الإيمان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الإيمان من هم المؤمنون المؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا قال الله تعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم إلى آخر الآيات وقال الله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من أراد الأمن يوم الفزع الأكبر من أراد الأمن من عذاب الله تعالى من أراد الهداية في الدنيا والآخرة عليه بالإيمان الصحيح النقي الصافي الذي لا يختلط بشيء من شوائب الشرك والظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لم يخلطوا إيمانهم يلبسوا يخلطوا ولا تلبسوا الحق بالباطل تخلطوا الحق بالباطل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صيح البخاري ومسلم وفي تفسير بن كثير لهذه الآية وعند ابن أبي حاتم لما أنزل الله هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بعض الناس ومن منها لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تعنون ليس هو الظلم الذي تعنونه ولكن كما قال العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الذي يؤمن ولا يخلط إيمانه بشيء من الشرك بالله تعالى فإنه يكون آمنا يوم القيامة يكون مهتديا في الدنيا والآخرة ما هو الشرك الشرك أن تصرف شيئا من حق الله لا غير الله سبحانه وتعالى الله تعالى هو الخالق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إذا قال العبد الله سبحانه وتعالى يهب الذرية وصف الله بصفته في هذه المسألة فإذا قال فلان يهب الذرية أشرك بالله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب الذي يسأل غير الله يطلب من غير الله ضعف الطالب والمطلوب المسؤول الذي طلب منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز قال الله تعالى في القرآن في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الذي يخلق في الأرحام هو الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد بل هذا من الكفر ومن الشرك أن تصف غير الله تعالى بأنه يهب الذرية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الليلة ناس في بلدنا دي المرة ست سنة سبعة سنة ما أنجبت تركب العربية ودأجر العربية وتمش وين ليه فلان ليه الدين جنة لو زول عنده بيت بناه بناه من الساس للراس وسكن أولاده وجزول قال البيت ده حقي جسائي الصلبة قال البيت ده حقي وقال لي أولاده أمره فهل ده بيسكت صاحب البيت والله بنازع والله بكاتل والله بمشي للشرطة ويفعل ويفعل حق الله لماذا يوصف به المخلوق الله بدي الذرية وقسم الناس لأربعة قال البغوي ونقل ذلك ابن كثير يهب لمن يشاء إناثا كنبي الله لوط عليه السلام لم يأكل له من الأولاد ابن واحد بنات ويا أبو لمن يشاء الذكور كإبراهيم عليه السلام عندو ولدين ولدان إسحاق وإسماعيل ما عندو ألابد نبي الله إبراهيم عليه السلام أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عندو بنات زينب وفاطمة وهم كلثوم ورقية رضي الله عنه وعندو أولاد كإبراهيم ويجعل من يشاء عقيما قال كنبي الله يحيا وكنبي الله عيسى عليه السلام فإنه لم يتزوج ثم ختم الآية فقال إنه عليم قدير إذا كان زكريا عليه السلام يقول وقد ذكر الله ذلك في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا نبي زكريا عليه السلام يقول مرأتي عاقر في فكي بالدجنة نبي يقول مرأتي عاقر وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك الآن بأيدي العارفين الخير عمنا فهب لي من لدنك ولي يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله رب رضي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنه يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرا تاني كررة وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك أي زول يقرأ الآية دي تاني اركبه مش ليفكي ده ما فيه خير أبدا ولا زرت خير ما فيه وهذا عدو لله رضيه لم يرضى لأن الله صرح فقال قال كذلك قال ربك هو علي هي يعني علي الله هي وعليك يا زكريا ما هي ما بتقدر كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يرينا الحق حقا وأن رزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل وأن رزقنا اكتنابه وإنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجي واقتفى أثرا وبعد من مظاهر الشرك بالله تعالى ادعاء علم الغيب فإن علم الغيب لله وحده قال سبحانه في القرآن في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى في سورة النحل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أدرد على الزولة بيعتقد أن الميت بيعرفه بعمل فجن وفي بيته وظن أن الميت في المغابر شايفه بعمل فجن وبيسمع كلام قال الله تعالى في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا الرسل بعد موت قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وقال الله تعالى في القرآن في سورة آل عمران وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ لأنه في ناس بيقول لك الزول دا بيشوف بإذن الله الله ما بيئذن فيدي والدليل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ سبحانه وتعالى فَالْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى مَا بِجُوزْ لِيَزُولِ إِمِشْ لِيَ فُلَانِ يقول له شوف له الرائحة وين والمرتم شوف له الدهب وين وذاك رائحة منه غنماء يشوف له الغنماء وين ما بيعلم ما بيعلم بنص القرآن ونحن للأسف الشديد ولا أعني بهذا الكلام أهل هذا المسجد فإني لا لم أر منهم إلا خيرا فيما أحسبهم جزاهم الله خير لكن كثير من الناس للأسف الشديد إذا ذكرت هذه المسائل فإنه يعتقد أن هذه عقيدة طائفة معينة ولك الجماعة ديل وبودق ووهابية وانصار سنة لا تبقى انصار سنة لا تبقى وهاب لا تبقى كذا ولا كذا ونحن نختلف مع كل الجماعات هذه الجماعات نختلف معها في أننا نريد من الكل أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم الزل ما يبقى في أي طائفة ما تبقى في أي جماعة لا تبقى أنصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى أخ مسلم لا تبقى جماعة تبليغ لا تبقى تكفيري لا تبقى سروري لا تبقى شيعي لا رافضي لا غيره أبقى مسلم مستقيم قال الله تعالى في القرآن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا انتهى الموضوع وهذه عقيدة المسلمين التي نقولها هي عقيدة المسلمين لأنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من مظاهر الشرك دعاء غير الله تعالى الذي يدعو غير الله ويلجأ في الشدائد وفي غير الشدائد إلى غير الله فهذا مشرك بالله تعالى زولا جماعة يقول يا الله نجيني من الكرب ده زول موحد ده لمن تجيو القرب بلجأ إلى الله تعالى ودأ الله بحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذ من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة زي ما التسبيح عبادة والصلاع عبادة والاستغفار عبادة مبر الوالدين عبادة مجرد ما دعيت الله سبحانه وتعالى اتعبت الله انت تؤجر على هذه العبادة قال ابن عسيمين إذا دعت داعي ربه سواء استجاب له أو لم يرى استجابة فإنه يؤجر على هذا زول مريض قال يا رب تشفيني لو الله شفاه بشفيه وبالدحة سنات لأنه عبدوا بالدعاء ولو ما شفاه بالدحة سنات وعبادة ما بتكلفكيش جول قام نصليل لا داير وضوه لا داير إلا تستقبل القبلة وإن كان إذا استقبلت القبلة الأمر فيه يعني خير ولا داير تعب ولا داير مواصلات ولا داير قروش ولا داير بياض ولا داير تد فكي قروش مما كانك يا رب السماوات تتفتح انتهى الموضوع والباب يتفتح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات بس أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إنسان يدعو الله تعالى من الما محتاج إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز شكري في نص آيات الصيام جات آيات الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في نص آيات الصيام قبلها الآية القبلية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والآية البعدة أحل لكم ليلة الصيام في نص آيات الصيام جاء الدعاء إذا لم يوفق الله لم تصم وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فالزول يلجأ إلى الله يتضرع لله سبحانه وتعالى ما تلجأ للمخلوق ضعيف يا أخيب الأيام في الجريدة جايبين شيخ بتاع قاديرية طريقة سرقوا عربيته ما يعرفوها إنتا بتجيبها الغنماية عربية ما بتجيبها غنماية بتجيبها عربية ما بتجيبها بتاع السمانية سافر ليه تايلندا ولا هولندا بلد وجايبينه في النت مستقبلينه جاي من المطار أو من البلد الثاني مشى ليه ليه علاج البرعي الدنيا قائمة وقاعدة ماتوا أين في المسيط مات في ساهرون مستشفى شيوخ امرضوا ده لا نبز لا شتيمة كلام ده فيه نبز لا نبز لا شتيمة الشيخ بمرض بيودوا المستشفى والحوار امرض يودوا يشربوا السكن ويبخروه بالورق ده الدين انت إذا بخراتكم حياتك دي من الدين وليست من الدين في شيء ما فعلها رسول الله نحن أعلم بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم إذا بتنفع وبتعالج ليه بمشو المستشفى ليه ساوي قصيدة كاملة مصر المؤمنة ومن غير حقنة ومشرحة ليه ليه سافر مصر ليه مدبل حصوى لذلك كل هذه الأمور فيها عبرة للناس لو اعتبروا لذلك العبد يلجأ إلى الله شيوخ ما عندهم شي لو عندهم شي كان كتلونا نحن بنتكلم فيه الليل ونهار لو بضروا وبينفعوا كان ضرونا نحن ماف الزول حقيته تكون فيها الله هذا ما عزول الآن يقول للناس خلوا الأصنام أصنام حجارة المسلم يقول خلوا الأصنام وأعبدوا الله أنا أقول للناس خلوا الأصنام الحجارة وامسكوا في القباب القباب شنو القباب مع حجارة أمرك أقول لهم خلوا حجارتكم دي وامسكوا في حجارتنا دي ولك تحيط صالح تحيط صالح أيها سلمنا جدلا ده صالح قال تعالى في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شف الحكمة ذاته الله ما قال نبيين لأنوا في ناس ويعتقدوا في الصالحين ودي من حكمة القرآن من بلاغة القرآن أنه ما ترك شبها إلا وأزالها ورد عليها كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما قال ابن عباس في الدين وليس في الفراش فخانتاهما فَلَمْ يُغْنِيَا مَا لَا يَنْفَعُكَ الناس دي ما بصدقوا القرآن هيزوا العقيد في البشر والله ما بصدق القرآن والله يقول القرآن ده كلام الله وأعظم كلام ويمكن يحفظ من الفاتحة للناس لكن والذي رفع السماء لا يصدق كلام الله لأنه انت ما ممكن تقول كلام الله صدق والله يقول لك ما لا ينفعك تقول لشيخي بإنفع ولا يضرك تقول لشيخي بضر انت ضد الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر أشان لدعلك كمون ولا حجاب ولا ودع ولا غير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويما عزون لو ما عقيدت العقيدة دي العقيدة الصحيحة داب صوم بضع بساية لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئنا شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فهذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية حول الصيام أن يحسن العبد صيامه بأن يتعلم العلم وأن يعبد الله على بصيرة وأن لا يأتي بمبطل بمبطلات الصيام كالأكل أو الشرب والجماع إلى آخره الوقفة الثالثة مع تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يتق الله في سمعه وبصره وأن يتق الله في كل شيء لأن الله تعالى قال كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يبصرنا من عمى وأن يرينا الحق حقاً وأن يرينا الباطل باطل وأن يرينا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله لوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك أرحم الراحمين صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم اشتركوا في القناة